السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكل متابعين مطبخ نونا معاكم نونا الحجيري النهاردة بإذن الله نعمل مع بعض فيديو سهل وبسيط وسريع هنقدم الكيك الهش السفنجي بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناته أكيد متوفرة في البيت وعلى قد الإيد وبحشوة كمان الزبيب احنا عارفين ان ولادنا بيحبوا الزبيب جداً في الحلويات النهاردة دخلناه مع الكيك والكيك شايفينها قد إيه سبونج وقد إيه هشة وخفيفة وكل ده بعدد اتنين بيض نبدأ الفيديو ونشوف المقادير وطريقة التحضير بسم الله بسم الله هنبدأ مع بعض تحضير الكيك أول حاجة جبت البولة وحطيت فيها عدد اتنين بيضة وضربتهم كويس جداً بالمضرب السلك وعليهم كوباية من السكر العادي وبرده الخفق بمضرب السلك شغال بعد كده هضيف عليهم نص كوباية من الزيت وبرده بخفق بالمضرب السلك زي ما احنا شايفين مع بعض الخفق شغال تقدروا تعملوا كل المكونات دي في الخلاط الكهربائي بعد كده ضيفت عليهم كوباية من اللبن الحليب وبكت صغير من الفانيليا وبرده بخفق كويس جداً هضيف المواد الجفة كوباية من الدقيق وعليها رشة من الملح وكمان كوباية تانية من الدقيق يعني الكيك بتاعي عدد كوبايتين من الدقيق وبضيف باكت تاني من الفانيليا وباكت من البكنج بودر او خامرة الحلويات هكتب لكم المقدير في صندوق الوصف بعد كده بضيف نص كوباية من الزبيب وبخلطه كويس جداً لو قلقانين ان الزبيب ممكن يعد في يسبت وينزل تحت من الكيك ويلزق في الصينية بتاعتنا تقدروا ان انتو تعفروا الزبيب قبل ما تطيفوه لخليط الكيك بشوية من الدقيق بعد كده جبت القالب بتاعي انا استخدمت هنا قالب التوست قالب صغير للكيك طبعاً مسحته مسحة زيت او سمن وعفرته تعفير الدقيق وبعد ما حطت الخليط طبعاً بهبدو هبدتين خفاف كده وبدخلوا الفرن أثناء تحضير الكيك الخليط بيكون الفرن بتاعي مسخناه يعني مشغلاء وبدخل الكيك على الرف الوسطاني على الشبكة أخد بالزبط نص ساعة قبل ما بخرجه بعمله تست العود الخشبي طبعاً انا بعمل التست ده بعد ما خرجته قدامكو عشان تشوفوه بيخرج نديف يعني الكيك مستوي 100% من الداخل بعد ما يبرد تماماً بخرجه من الآلب بتاعه مش بستعجل عليه وبخرجه وهو سخن عشان ما يتفرفتش مني طبعاً زي ما احنا شايفين قطعته القطعة قد ايه بين انها مسكة نفسها ما تفرفتتش لان انا سبته لما برد تماماً وكمان الزبيب واضح جداً قدامنا شكله باين انه هو ثبت في النص موقعش تحت لو حابين تتأكدوا اكتر او تبقوا متأكدين ان هو مش هيقع فقار الصينية عفروا بشوية دقيق ما تنسونيش يا جماعة الاول مرة يشرفني لايك واشتراك في القناة كانت معكم لنا الحجيري صحتين وهنا على قلوبكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة